لم يكن تدرج نزار بركة في مناصب حزبية ووزارية بالصدفة بل جاء تتويجا لمصار أكاديمي وسياسي يمتد على مدى سنوات طويلة في السابعة عشر من عمره برز اهتمامه بالساحة السياسية فكان فرع الاستقلال باليوسفية أول محطة له في مصاره الحزبي ابن مدينة الرباط ترعرع على مبادئ حزب الاستقلال في ريعان الشباب وفرض اسمه بقوة في دوالي بحزب الميزان منذ العام 1989 انتخب بركة ذو الكارزما الهادئة عضوا في المجلس الوطني الحزبي أربع ولايات متتالية ثم عضوا في اللجنة المركزية لحزب الاستقلال نشاط مكثف وإسهامات عديدة للقيادي الاستقلالي اذ تولى بركة مهام مناسق الحزب بجهتي تدلأ زلال وطنجة طوان تكوينه في مجال الاقتصاد مكنه من رئاسة اللجنة الاقتصادية لحزب الاستقلال إضافة إلى دوره المحوري في إنشاء رابطة الاقتصادين الاستقلاليين شكل العام 2017 لحظة تاريخية في مصار الرجل السياسي المؤتمر السابع للحزب ينتخب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال في مهمة جسيمة لقيادة سفينة الاستقلاليين يمتلك نزار بركة مصارا أكاديميا غنيا محوره العلوم الاقتصادية حصل القيادي السياسي على شهادة الدكتورة في العلوم الاقتصادية من جامعة اكس مارسليا ثلاثة إضافة إلى شواهد من جامعات مغربية في مجال الاقتصاد القياسية مؤهلات علمية وخبرة طاولة فتحت له الأبواب لتولي مسؤوليات عديدة بوزارة الاقتصاد والمالية منذ العام 1996 تولى الدكتور نزار بركة مسؤوليات كثيرة بالوزارة أبرزها منصب رئيس مصلحة التوقعات المالية بمدرية الدراسات والتوقعات المالية ورئيس قسم السياسة الاقتصادية والتحليلات المكرو اقتصادية في العام 2006 تولى نزار بركة منصب مدير مساعد بمدرية الدراسات والتوقعات المالية وزارة المالية التي خبر دوالبها على مدى سنوات طويلة سرعان ما تولى شؤون تدبيرها الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عين في العام 2007 وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة وفي العام 2012 تقلد نزار بركة حقيبة الاقتصاد والمالية ضمن مكونة حكومة عبدالله بن كيران بصم الوزير الاستقلالي السابق على مسيرة متميزة دفعت مجلة عالمية مرموقة إلى اختياره سنة 2012 كأفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط والشمال إفريقيا اشتركوا في القناة